لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية مرحلة جديدة في طريق حل الأزمة السياسية بدأت بإصدار الرئيس المصري المؤقت إعلاناً دستورياً جديداً يشرح كيفية إدارة الفترة الانتقالية لحين تسليم السلطة لإدارة منتخبة وعلى الرغم من حالة التوافق التي كان من المفترض أن تتسم بها الأطراف التي شاركت في تظاهرات الثلاثين من يونيو حزيران أعلن عدد من الفاعلين السياسيين رفضهم لهذا الإعلان بسبب عدم استشارتهم قبل إصداره تم الإعلان عن هذا الإعلان الدستوري عن طريق التلفزيون ونحن لم يتم التشاور معنا فيه وهو تقالي عنه أنه مسودة وأعتقد أن هذا ليس من المبدأ الشفافية لأنه حصل تراجع قبل كده في قرار تأخذ عن أن الدكتور محمد برده يبقى رئيس الوزراء وما تم هذا الإجراء وتم الإعلان عن أنه تلغى من غير ذكر أسباب وقسم الإعلان المرحلة الانتقالية لعدة مراحل توب تشكيل لجنة قانونية لبحث التعديلات الممكنة على دستور عام 2012 ثم ترفع اقتراحاتها للجنة أخرى تمثل مختلف أطياف المجتمع تعمل على وضع التصور النهائي للتعديلات وطرحها للحوار المجتمعي قبل عرضه على الشعب للاستفتاء عليه وبعد موافقة الشعب على التعديلات تتم الدعوة لانتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية العملية التي من المفترض أن تنتهي بالكامل مع حلول فبراير القادم وبعيداً عن الصراعات السياسية يرى العديد ممن شاركوا في تظاهرات الثلاثين من يونيو حزيران في هذا الإعلان العديد من الأزمات وضع السلطات التشريعية في إيد رئيس الجمهورية ودي من أكبر مواد الخلافية لأننا كده ممكن نرجع لنظام الفرض الواحد تاني وحكم الفرض الواحد تاني وعلى الرغم من العديد من المميزات التي يرصدها الخبراء في هذا الإعلان إلا أنه لم يخلو في نظر الكثيرين من بعض العيوب التي ربما تتسبب في تعطيل مسار التحول الديمقراطي في مصر لو رفض الاستفتاء على الدستور ماذا؟ لو رفض الاستفتاء إيه اللي هيحصل؟ إذا مش هيعطر الفترة الانتقالية مش حاطط جدول تاني في حال التعطيل الفترة الانتقالية لأنه نلازم نحط اعتبارنا أنه عندنا ممكن الشعب يوفد وممكن الشعب يطعم فكل هذه الأمور ما لهاش جدول زمني محسوب في النصوص وش حاطط حساب الحاجة زي كده الإعلان دستوري جاء في وقت تستمر فيه حالة انقسام في الشارع السياسي المصري بعد ساعات من الاشتباكات الدامية التي شهدها محيط دار القصر الجمهوري واستحالات من التخوف من تطور الوضع الميداني والسياسي الشيء الذي قد يعطل خريطة الطريق التي تحاول القوى السياسية تنفيذها للخروج من الأزمة السياسية الحالية ترجمة نانسي قنقر